ما هي الخطوة السياسية القادمة لترتيب البيت التونسي؟ سؤال مشروع يردده التونسيون باستمرار فبعد تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن بدأ الحديث عن حوار وطني قد يجرى في البلاد حوار لم يعرف بعد من أطرفه ولا خطوطه العريضة إلا أنه قد يبدأ فور تشكيل الحكومة التي طالب الرئيس بالإسراع بتشكيلها نحن في مرحلة في موعد مع التاريخ ولا يجب أن نخسره هذا الموعد لأن الشعب ينتظرنا حول الله فجر قادم في تونس وستنتهي هذه الريح التي تبدو عاتيه ولكن سيصمد أمامها الشعب التونسي دعوة حوار أطلقها الرئيس وتلقفتها الأطراف الفاعلة في الشارع إذ تأمل بحوار جدي يضم تعديلات دستورية وقانونية يتم إقرارها بشكل تشاركي على قاعدة قرارات الخامس والعشرين من يوليو الاتحاد التونسي للشغل الذي يعد أكبر مظلة عمالية ونقابية في البلاد شدد وعن طريق أمينه العام المساعد محمد علي البغديري على أهمية الحوار آملا في أن يتم بعد تشكيل الحكومة القادمة وبإشراف رئاسة الجمهورية ومشاركة الفعاليات الوطنية القادرة على رسم معالم المرحلة القادمة تعديل الدستوري سيكون على الأغلب على رأس أجندة المتحاورين بحسب مراقبين إضافة إلى إصلاح المنظومة الانتخابية بشكل يقطع الطريق على الفساد والمال السياسي وسيطرة اللوبيات على المشهد أمور كررها الرئيس سعيد في أغلب تصريحاته في الفترة الأخيرة أما أطراف الحوار فليست معروفة حتى الآن إلا أن الواضح بحسب محللين أنها لن تشمل الجهات التي كانت جزءا من المشكلة على مدى السنوات العشر الماضية وعلى رأسها حركة النهضة